دايماً على طبيعتك دايماً ميبلين من الطبيعة أنه تروحي على عمليك مرتبة وحلوة بس بماكياج ناعم وخفيف أكيد مش متل يلي بتحطيه للصهرات ورح نشوف سوى أنا وياكي مستحضرات من ميبلين اللي لازم تستخدميها لماكياج شغل عادي دريم لومي تاتش هو الكونسيلر للي بنصحيك أنه تستخدمي داير عيونك نوضعه بطريقة خفيفة بلا ما نقرب على الحواجب ولا على الرموش ومن جوة لبرة هي الطريقة المثالية ومنثبت لدريم لومي تاتش من ميبلين بالبيور ستي باودر تحت تالي ما يعمل خطوط داير العين لأنه دايما الكونسيلر إذا ما تسبت ما بيضل بالرونة زيته اللي منكون أخذناه الصبح الآي ستوديو ديو من مجموعة الآي شادو فينا نختار الألوان حسب شو بتلبق مع تيبنا وبفضل دايما الألوان الفاتحة خلال النهار منحط الفاتح دايما بأول العين تنترك مجال اللون الأغمق شوي يكون على طرف العين منلحق فتحة العين تنعطيها وساعة بطريقة تظهر لها جمالة وجاذبيتها وما منسحب الآي شادو كتير لبرة منضل ضمن الجفن الأعلى من العين حتى فينا نقرب لحد الرموش لأنه ما رح نستخدم آي لينر بميك أب بالميك أب اللي هو دايلي ميك أب حنستعمل ماسكرة وان باي وان من ميبلين بتتميز بطريقتها ناعمة على الرموش بتعبي الرموش بتعطيهم كثافة بذات الوقت ما بتعمل تكتل ومنلاحظ كيف بها الطريقة رموشها وسعو لها العيون وعطيوهم جاذبية بلا ما نضطر نوضع آي لينر الأكسبرت وير بلاش من ميبلين نختار اللون الناترال ناترال ومنوضعه بطريقة بتناسي بشكل وجه إذا منلاحظ وجه ضعيف البلاش لازم ينوضع بطريقة مسحوبة من المنخار من الأنف لديني بهالطريقة منكون عم نساعد وجه بتعطي عرض عكس ما إذا وضعني بالطول كريسبي كوكي من مجموعة أحمر الشفاه من ميبلين منوضعه بطريقة كتير سهلة بطريقة خفيفة بلا ما نكتر كمية الحمراء إذا تبنيت هيدا الماكياج رح تكوني كتير مرتاحة لأنه رح تبيني ملفتة بطريقة كتير مهذبة ومناسبة لجو العمل ديمان ألطبي أتك ديمان ألطبي أتك ديمان ألطبي أتك